السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 2 أب أغسطس طبعا بما أنه توقعتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم استقر في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 11 وتسع دقائق من صباح يوم الغد السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة بغاية الساعة 2 وتسع وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر اليوم بما أنه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومن حاول خلق جو من الأمال إلا لا أحبانا لا أطفالنا ومن ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منها يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي وبكون يعني في الفترة هاي احنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم في هاي الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول طعام وخصوصا الأشخاص اللي بيعملوا برامج غذائية يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا خلال هذا اليوم شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وأيضا قضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس ذروتها اليوم الساعة وحدة وستة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانيتش طبعا هاي الزاوية لها تأثير تقريب الخمس أيام ومستمرة خمس أيام قادمة يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقات عاطفية ممكن تكون لها عواقب وخيمة دوليا بتدل إنه هاي فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية للأسواق لأنها رح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما يعني هيك يكون في بعض المخاطر يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفلانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث برضو في هاي الفترة تفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأنه الأمور التي تتعلق بالبنوك أو المؤسسات المالية ممكن تعرف تراجع مفاجئ في المدخيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة 31 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لها طبعاً لدينا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئى وأيضاً لدينا الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغط الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر طبعاً بالنسبة لهذا اليوم ما فيه أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن ما بنصح بالعمليات اللي تتعلق بالمعدة مثل التكميم أو رينج يعني هاي الأشياء ما بنصح فيها يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم غداً السبت رح يبدأ الساعة 10.31 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 11.9 دقائق صباحاً بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 27 يوم الآن الساعة 12.28 دقيقة فجراً يعني بعد منتصف هاي الليل اللي هي الخميس على الجمعة نبدأ باليوم الثمانية وعشرين يعني طيلة اليوم نكون اليوم ثمانية وعشرين نسبة الإضاءة ثلاثة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثلاثة ثمانية سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ساعة العصر سعيد بنسبة ستين في المية ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية عطارد في العذراء حتى يوم 5-8 سعيد بنسبة 5% الزهرة في الأسد حتى يوم 5-8 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 بعدين بيبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنهمكم في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة خلال هذا اليوم أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكونوا تحاضروا التصرف العدائي وحاولوا إنكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطه بالسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان تقدر تعبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحافظات وما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة واليوم ما رح تهدأ وتيرتك على المستوى العاطفي أيضا الأجواء إيجابية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء أن تخففوا من النافقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وبتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضحها من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم مش إنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبتحمل لك هذا اليوم برضو نوع من أنواع التقدم أو أخبار جديدة وبتعيد لك النشاط لحياتك اليومية وتعتبر بداية أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب بسيطر التعب عليكم أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة بتفشل أعمالك في حصد النجاح بيتخيب أمالك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة لازم تكون مهيئ لكل هاي الأمور فعشان هيك ما تتخذ قرارات ما تجازف ما تغامر أصبر لغاية يوم الغد والقمر بوصل لعندك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص بناسبك اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة اليوم لا تحالف ممكن تفرح أيضا لا تفاهم الآخرين لا إلك وممكن تحصل على التأييد أو تشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان تتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك أهم شنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح صحيح أن الفترة هي فيها بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوه في مسائل تتعلق بالسفر أو الاتصال البعيد أو العلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتفقت في المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم مش إنك ما تقف ساكن بل تحرك واستغل لهاي الفترة لإتمام كل الأمور الضرورية والمهمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمك اليوم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم مش إنك تصرف بدون تباطل لتصحيح الأوضاع لا يعادة بعض الأمور لنصابها وحاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض يعني أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة سواء المالية أو العاطفية وحاولونك تبحث عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم هاي فترة متوترة لأن القمر موجود مقابلك تماما فطاختك ضعيفة فممكن تتورط في أزم ما بسبب عدم التقدير الجيد ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص وما تدخل بصدام مع أي شخص بالنسبة لموليد برج الجدي وطبعا بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم لأنه زي ما حكينا القمر موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك محتمل بعض موليد برج الدلو يشعروا بعدم الارتياح الصحي أو تراجع الصحي وبرضو اليوم حاول إنك تغير من الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تغيير في الأعمال برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو اليوم ممكن يكون في فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو لتحارف أو ارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور ممتاز جدا وتعتبر هاي فترة إيجابية على جميع المستويات والحظوظ ابتدعمك والاهتمام بالذات رح يكون عالي جدا عشان هيك حاول قدر الإمكان تستغل هذا اليوم في كل طاقتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء